171. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا بارك الله فيك لازمنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن خطاب رضي الله عنه هذه السيرة المثمرة المليئة بالفوائد وبالعبر وملئة بالأحداث الجميلة من ضمن شيخ بارك الله فيك ما شدني في سيرة عمر وما أكثر ما أعجبني في سيرته حرص عمر بن خطاب رضي الله عنه على أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرته رضي الله عنه على أسرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صدق عمر ونيته الصالحة وحبه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام كان أحيانا بل كان كثيرا لا يمانع أن عمر قد تدخل حتى في أموره الشخصية عليه الصلاة والسلام فهنا شيخ بارك الله فيك لو حدثتنا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بتدخل عمر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الأسرية حتى نعم حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فلا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه له سبب متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا السبب أولا هو الإسلام والإيمان والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والسبب الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وحفصه فكان عمر رضي الله تعالى عنه بمثل هذه الصورة يعد ولمفر صحرا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه صحرا للنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يعد من أهل البيت أنصح التعبير بمعنى أن ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام الوثيق وعلاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام الدائمة والمستمرة وأيضا هذا النسب الذي حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ابنته حفصه لا شك أنه جعل من عمر أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة المباركة حفونا شيخ بارك الله فيك بل أعتقد أيضا فيما أظن يعني ولك أن تصح ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا حتى على أن تكون بينه وبين عمر لقت نسب ليس فقط مجرد صحبة فحسب صحيح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر كثيرا حفصه ابنته عمر رضي الله عنه صحيح حتى أن عمر لما عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان لم يجيباه وحصل في أو أجابه عثمان بالرفض أما أبو بكر فسكت فوجد عمر في نفسه شيء على أبو بكر أكثر من عثمان فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة حفصة من عمر هنا أبدأ أبو بكر ما كان يخفيه لعمر فقال له لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه المقصود بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني علاقته الوثيقة وصلته القوية بالنسبة عليه الصلاة والسلام جعلته يطلع على كثير من الإشكالات والحوادث التي تحصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كباقي البيوت التي يحصل فيها شيء من المشاكل وتتلبد في سماء البيت شيء من القلاقل الأسرية وهذا شيء طبيعي وإن لم تكن دائما ومستمرة وإنما تعد على أصابع اليد الواحدة إلا أنها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كباقي البشر يعني يتأذى مما يتأذى منه الناس ويحصل له أذية قد تكون من أقرب الناس إليه فيتسل المؤمنون حينما يحصل بينهم وبين زوجاتهم شيء أو يحصل بين المرأة وزوجها شيء تتسل أيضا هي بحال النبي عليه الصلاة والسلام الذي واجه شيئا من هذه الأمور في حياته الأسرية وإن كانت قليلة وأؤكد على ذلك أنها كانت على عدد أصابع اليد الواحدة فقط ولكن الله جل وعلا أراد أن يعطي للأمة درسا وأن يفتح للأمة آفاقا في كيفية التعامل مع هذه المشاكل الأسرية ومع هذه الأمور التي تحصل في داخل البيت هنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا نستطيع أن نعبر بأنه كان يتدخل مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحكم قربه وبحكم صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه على بعض القضايا كان يبدي رأيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولربما عنف على من يستطيع التعنيف عليها وهي ابنته حفصة رضي الله عنها ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يقول حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة يعني مال إلى جانب الطريق ليخضي حاجته أو ليتوضى ويقول فعدلت معه ومعي الإداوة قال فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضى فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتاني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس الزهر أحد رواة الحديث قال كأنه كره ذلك والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه ثم قال هي حفصة وعائشة عفونا شيخ هو تعجب عمر من ابن عباس لكونه لم يعلم هكذا أو أن هذا أمر مشتهر يعني أمر مشتهر فكيف تسأل عنه نعم قال هي حفصة وعائشة قال ثم أخذ يسوق الحديث فقال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم وفي هذا التحول في الحقيقة للمجتمع القراشي برجاله ونسائه لما هاجر إلى المدينة واندمج في المجتمع المدني بدأ يكتسب شيئا من الأخلاق وشيئا من الأمور التي هذا كما يسمى شيخ بارك الله فيك بتأثر البيئة أو تأثر الاجتماع صحيح خاصة وأن المهاجرين طارئون على المدينة على أهل المدينة فأهل المدينة هم الأصل في هذه القضية يقول فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي قال فتغضبت يوما على امرأتي يعني غضبت عليها وحصل بيني وبينها شيء من الغضب فإذا هي تراجعني انظر إلى عمر يقول يقول فإذا هي مستغرب كيف تجرأت على هذا العمل يقول فأنكرت أن تراجعني كيف تراجعني زوجتي بمثل هذه الصورة فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قلت وتهجره إحدى كن اليوم إلى الليل فقالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك من كن وخسر أفتأمنوا إحدى كن أن يغضب عليها أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأله شيئا وسليني ما بدى لك يعني إذا احتجت شيء من الأمور سلي أباك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يقصد عائشة رضي الله عنه يريد ذلك عائشة رضي الله قال وكان لي جار من الأنصار أفضل يا شيخي بارك الله فيك لو وقفنا هنا قليلا فقط هذا يدلنا يا شيخي بارك الله فيك على حرص عمر رضي الله عنه على بيت النبي عليه الصلاة والسلام من التفكك أو الانصطاع صحيح أو غير ذلك هنا أراد أن يبين لابنته وهو يعني في المقاء يعني الذي يعني عمر ابنته في المقام الأول أكيد لأنه لا سبيل إلى باقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعظ ابنته ويذكرها الله ويخوفها ويبين لها وكأن عمر يريد من بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بيتا مثاليا لا يحصل فيه شيء من هذه الأمور وهذا أمر لا شك أنه غاية في البعد فحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة طبيعية فهو مبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله لكن في الأمور العادية النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويعني يؤذى ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد وضرب في أول بعثته وحصل له من الأذى ويمرض عليه الصلاة والسلام فليس للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص ربوية أو للهية شيء وإنما هو بشر رسول عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل وميزه بالرسالة وبالنبوه يقول عمر رضي الله عنه وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه الصلاة والسلام فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه يعني أنا بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونه يعني تستعد لحرب المسلمين نعم قال فنزل صاحبي يوما ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم فقلت وماذا أجاءت غسان مباشرة تبادر إلى عمر أن غسان جاءت إلى المدينة نعم على تخوم المدينة فقال أجاءت غسان فقال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق الرسول صلى الله عليه وعلى سلم نساءه أنظر إلى الصحابي أعظم من حرب العدو نعم لا شك لأن هذا التصدع في بيت النبوة ولا شك أن هذا سيجعل جميع المسلمين يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام يعني مأساته وألمه وما حصل في بيته يقول فقلت قد خابت حفصة وخسرت انظر إلى عمر قد خابت حفصة وخسرت كان يخشاه نعم قد كنت أظن هذا كائنا يقول حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط من المسلمين جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال دخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر كبر عمر فريحا الله أكبر فقال الله أكبر يقول عمر لو رأيتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك من كن وخسر أفتأمنوا إحداكنا أو إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فأراد عمر من هذا أن يدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلطف الجو لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل أن أزواجه طلبنا شيئا من أمور الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من أمور الدنيا هنا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وبرقت أسارير وجهه وحصل انشراح في صدره والفضل بعد الله جل وعلا يعود لعمر فقلت يا رسول الله دخلت على حفصه فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله يعني أستأذن قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة فقال يقول عمر عفوا يا شيخوه يقصد عمر يعني مما يعجب الإنسان يعني مما يعجب الإنسان نعم يقول لم أجد إلا جلود يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عاديا بل فوق العادي نعم فهو ليس فيه شيء هنا أثر في عمر يعني هذا المنظر فقلت أدعي يا رسول الله أن يوسع الله على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهر على لسائه من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله جل وعلا المقصود بأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام طلبنا شيء من الدنيا اجتمعنا واتفقنا على هذا الأمر يردنا شيئا من زينة الحياة الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الدنيا شيء فهاجرهن مدة شهر كاملة كاملا ثم أم الله لسيخ بارك الله فيك أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أقصد قد يكون يعني اجتمعنا على هذا الطلب صحيح وأصررنا عليه نعم والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من أمور الدنيا فأنزل الله عز وجل قوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعدى للمحسنات منكن أجرا عظيمة صحيح وهنا قوة الإيمان الذي في قلوبهن ومحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما دفعهن كلهن أن يقلن كلمة واحدة نردنا الله والدار الآخرة الله أكبر وهذه الدول على قوة الإيمان ومحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أصلا حرصهم على أمور الدنيا نعم لكن المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمثل هذا الأمر وهذا لا شك أنه فيه تربية لجميع المسلمين أنه ينبغي أن لا تستفزه مثلا مثل هذه الحالات التي تكون في البيوت فلا يسلم بيته من شيء من المشاكل ولا بشيء من التجاوزات ولا بشيء من الأخطاء ولكن المسلم ينبغي له أن يفكر كيف ينجو ويرسو بسفينة بيته إلى بر الأمان وكيف يحل مشكلته دون مسألة الطلاق يا شيخي نعم لأن بعض الناس في الحقيقة يريد بيتا مثاليا يعني بعض الناس قد يكون عنده تدين ويقرأ في بعض الكتب ويحلم بأن يكون هناك بيت مثالي خالي من كل مشكلة وخالي من كل معضلة وليس فيه شيء من التكدير ولا النكد لم يسلم بيت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ليس بصحيح لم يسلم بيته أحد نعم وبيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خير مثال على ذلك نعم أيضا لم يسلم من هذا وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته وهذه إحدى المساء التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها تربية للأمة وفيها يعني تعليم لهم في كيفية التعامل معه مثل هذه القضايا الطارئة التي قد تصدر من المرأة أو تصدر من الزوج تجاه المرأة فيرسون بسفينة بيتهم إلى بر الأمان عن طريق الصبر وعن طريق الحوار وعن طريق التنازل نعم بعض الحقوق وهذا كله فيه تربية أيضا وتعليم للناس كيف يتعاملون مع هذه القضايا الطارئة على بيوتاتهم وأنهم يحاولون جاهدين أن يعني لا يكونوا مثاليين وأن يتوقعوا المفاجآت في حياتهم الأسرية وأن يعالجوها معالج شرعية سليمة قائمة كما ذكرت على التنازل عن بعض الحق قائمة على الصبر قائمة على سعة الصدر قائمة على محاولة الخروج من قمقم المشاكل هذه الصغيرة إلى الفضاء الرحب نعم بتذكر الجوانب الطيبة والمشرقة فكرة طريفيني نعم بين الزوجين هو مشكلة شيخ بارك الله فيك أن كثير من الناس ما أن تدبوا مشكلتهم في بيته إلا وكلمة الطلاق هذه على لساني هذه من أكبر المشاكل للأسف للأسف تواجه الأسر بل إن للأسف يعني بعض الناس يطلق قبل أن يدخل على زوجته وهذه يعني أكاد أجزم أنها الآن أصبعت ظاهرة للأسف الشديد يعني حالات تمر علينا كثيرة جدا يقوم الرجل فقبل أن يدخل إن لم تفعله كذا فأنت طالق بالثلاث بل بعضهم العاذ بالله يطلق زوجته لمشكلة مع غير مرأة يعني كان يقول لأخته مثلا زوجته تطلق بالثلاث إن حضرت العرس مثلا وهو لم يدخل بعد هذا يش يدلنا على الجهل وعلى الحمق وعلى عدم حقيقة الفقه في دين الله وعلى عدم معرفة قيمة الحياة الزوجية فالذي يتساهل بالطلاق هذا قبل الدخول هذا لا يستحق مثل هذه المرأة نعم وهذا شيخي بارك الله فيك كما ذكرت أو تذكر دائما أن المشكلة ترجع إلى عدم تعلم كثير من الناس أمور الدين والفقه صحيح صحيح في الغرب يا شيخي بارك الله فيك أن الناس تزوجون عادة صحيح دون أن يعرفوا أحكام الزواج وأحكام الطلاق أو حقوق الزوجة أو حقوق الزوجة أو غير ذلك الأسف يعني هذا الأمر يعني عليه أكثر بيوت المسلمين إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى حينما تتأمن أنت في مسألة الحياة الزوجية تجد بأن النكاح أمر مقدس في الشريعة صحيح يقول عز وجل يسمى مثاقا غليظا نعم قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا سمى العقد هذا ميثاقا غليظا سبحان الله يسمىه مثاق غليظ ويعني حتى أن الله جل وعلا ما ترك شيء تتعرض له الحياة الزوجية إلا وذكر حتى في قضية الكرة يعني فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سبحان الله أحيانا قد يكره الرجل المرأة لكن قد يكون فيها الخير وفيها البركة امرأة مباركة قد تأتي له بولد يحمل اسمه ويكون سببا من أسباب نجاة يوم القيام صحيح قد تكره المرأة زوجها أيضا فتصبر عليه فيكون في الصبر عليه خير عظيم خير عظيم لها وتعيش في أمان وتعيش في سعادة لا حدود لها هذه الأشياء كل حقيقة يغفل عنها كثير من المسلمين بل بعضهم يقرأ القرآن كاملا في رمضان ويمر على هذه الآيات وما تحرك فيه شيء لا يقف عندها ولا يقف عندها وإنما يقرأها تلاوثا فحسب لكن إن جئت إلى جانب الروايات والقصص الغرامية والقصص التي هي في الحقيقة من نسج الخيال تجد أغلب الناس يعني يحسنون قراءتها وربما طبقون تطبيقا عملية من خلال حياتهم الزوجية وأما حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجهلونها ولذلك تجد المشاكل تدب في حياتهم وفي أسرهم شيخنا باركة الله فيك لنا وقفة أخرى معك فيما يتعلق بسرعة عمر ابن خطاب رضي الله عنه إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبل تحيات محديثكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته